تداول مغردون في تويتر فيديو لفعالية فيضة الحوش والتي اطلقها مواطن في حائل من اجل صنع الفرص للاستمتاع في المنزل وسط اجراءات الحجر المنزلية كما ابدى المغردون يعجابهم بجدارية احتوت على صورة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ورسائل شكر للجهات المشاركة في التصدي لكورونا والتي وضعها على جدار منزله تعبيرا منه للشكر والامتنان لهم على جهودهم تفاصيل اكثر مع زميلنا من حائل سلطان الشعيب سلطان اهلا بك معنا يعني كيف يستمتع هذا المواطن بيومه ويقضي يوم الحجر المنزلي اهلا بك حسن اهلا بكافة مشاهدي قناة الاخبارية نعم من حائل عروس الشمال لا شك هذه المدينة الجميلة بجبالها واكيد روعة سهولها ووديانها وايضا نقاء قلوب اهلها اليوم في منطقة حائل هذه الفيضة فيضة خنقول الحوش هي لا يستمتع فيها فقط البدر العلي وصاحب هذا الفكرة وصاحب هذا المنزل والذي قام بهذا الجهد ايضا يستمتع فيها الجميع اهالي مملكتنا الحبيبة في شتى بقاع هذه الاضطيبة الجميع شاف هذه الفكرة الجميع اقتبس هذه الفكرة وصواها في بيتها وعاش هذه الاجوال اليوم طبعا انا كأني قاعد في البر طبعا كأني قاعد فيضة طبعا هذا المكان الجميل اللي سواه الاستاذ بدر العلي اكيد انا سعيد ان يكون اليوم معاي استاذ بدر العلي اعطيك العافية واهلا وسهلا فيك اليوم معنا في الاخبارية السعودية كيف جدت هذه الفكرة وما هي فيضة الحوش ايش معنى فيضة اوشين انا كلي سعادة بصراحة بتواجد قناة الاخبارية السعودية وجمهورها العزيز في فيضة الحوش الله يسلمك اوشين الفيضة من اجمل الاماكن البرية اللي نطلبها وحنا عادتنا نحب المكاشيت والطلعات فالفيضة انسب الاماكن ليش لانا تمميز بصاط اخضر وتنوع العشاب والازهار فلما صار الحجر المنزلي فقلت لازم نسوي لنا فكرة الموضوع مطول فجدت فكرة ان اني اسوي الفيضة تفاعل الجمهور اعطوني المزيد من الاقتراحات وانا هذا الشي اعترفه ان الجمهور والمتابعين هم صناع الفكرة اللي انت تشوفها هم اللي يحمسوني اصلا عليها فصارت الحمد لله والشكر صار علي تفاعل كبير وهذا كله من فضل الله عز وجل ثم دعم الناس الطيبين والايجابيين نعم اخوي بدر انت شخص اكيد معروف في وسائل التواصل الاجتماعي نبغى نشوف كيف تفاعل معاك الجمهور كيف الناس شافوا الفكرة هذه انت قبل الهواء كنت تقولي فيه ناس طبقوها في الخليج في دول عربية زي مصر طبقوها في مصر يعني تخيل فيضة في مصر نعم نبغى نتعرف عن كيف ردود الفعال الناس انا اعترف انه كنت اول يوم طلعت هنا كانت مكشات يوم واحد وبرجع للغرفة لكن لما صار التفاعل طورت الفكرة اللي خلاني استمر الى الان وراح نستمر باذن الله الى نهاية الازمة لما شفت التفاعل على مستوى دول الخليج في الاسطح في المنازل في الاردن في المصر الناس احبوا الفكرة فصاروا يسوون نفس الجلسة وكأنهم في البر وهذه صارت نعمة علينا الامان استمتعنا حنا واهلنا ومرت الازمة وحنا في ظل الازمة ما كأننا في مشكلة او في ازمة حمد الله بفضل الله ثم فضل اننا صنعنا جو جميل نستنسبه لله الحمد البوستر اللي حاطوا على التار شكر لاكيد الابطال للحد الجنوب الامن العام الصحة هلال الاحمر الجهود هذه ايضا كانت ضمن اقتراحات ان تكون فيه فيضة وفيه ايضا لوحة ان الناس يتذكرون اكيد الابطال هدولي بالدعاء في رمضان هذا للامانة وبكل صراحة لما عشتنا الامان والراحة والاطمئنان وشفت الناس مبسوطين ولا كأنهم في ازمة جلست افكر مع نفسي منين جاء هالشي هذا مو معقول الناس انا شوف بالاخبار يعني مختبين وعندهم مشاكل ومظاهرات حنا هنا ما كان عندنا ازمة عرفت ان الفضل لله عز وجل الهام وتوفيق ورحمة من رب العالمين ثم جهودة لانتو تشوف المسؤولين وعلى راسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الله يعافيك وحييك حبيبا طبعا كان اللقاء الاستاذ بدر العلي هو احد ابناء منطقة حائل اكيد المحب لوطنه حاط لوحة خلف كبيرة جدا شكر فيها جميع الجهات الحكومية التي اتفاعت مع الازمة اكيد هذه الفيضة اللي احنا اكيد عايشين نتمنى الساعة الان بعد المغرب كان سوينا اكيد الجو هنا الجميل القهوة والشاه واكيد بدر من اهالي الطفخ ليطفقون كويس كان اكلنا معاه حسن هذا كان كل ما دي من منطقة حائل اتمنى ان امتعت المشاهدين فيها شكرا جزيلا سلطان الشعيب من حائل ولضيفك الكريم